فدتها مجموعة نجوم النيل الثقافة والفنون بولاية النيل الأبيض بمشاركة أكثر من عشرين دارسا ودارسة وهدفت إلى رفض الساحة الفنية بنجوم تسهم في إحداث حراك مسرحي بالولاية وأكدت حكومة الولاية التزامها بتفعيل النشاط الثقافي بما ينعاكس على واقع الولاية ثقافة وسياحة وتنمية هكذا يوقع هؤلاء السيقار على كراسة الوطن غناء وموسيقى مشاركة منهم ضمن آخرين في رسم لوحة الختام لأعمال ورشة إعداد الممثل والتي نفذتها مجموعة نجوم النيل للثقافة والفنون بولاية النيل الأبيض وهدفت إلى تملك أكثر من عشرين ممثلا وممثلة المهارات الأساسية في الفعل المسرحي تأليفا وأداءا بشيء قد يسم في عودة الروح للحركة المسرحية في الولاية بعد سنوات من التوقف 15 كنداكة وعشرة من الشفاتة كان دخلوا ورشة لفترة عشرين يوم وحرصنا خلال الورشة أن نعدهم إعداد جيد لأن الساحة الفنية زي ما ذكرنا سابقا أنها تحتاج في ندرة في النساء قصدنا ندعم الساحة الفنية بكنداكات مؤهلات في إعداد الممثل صراحة كنا نخشى أن الانسجام يكون حجر عطرة بالنسبة للورشة لكن كان الكنداكات انسجموا سريع ومن خلال محاضرات نظرية وتطبيقية استمرت لأيام أنجز هؤلاء أعمالا ضرامية استعادت سيرة وأخبار رائدات التعليم بمدينة كوستي قاصدة بذلك التدرب على الأداء المسرحي وتعريف الآخرين بصفحات منسية من تاريخ الولاية ثقافة وفنونا وتعليم لينضي بعدها قطاع الثقافة في إحداث حراك إبداعي بمحليات الولاية المختلفة هذه الورشة كانت تحدي بالنسبة لقطاع الثقافة والإعلام وفرغة نجوم النيل للأداء والفنون ضمت هذه الورشة 15 دارسة و5 دارسين كتفاعل بين تمييز النوع هدفت الورشة في البداية لجمع هذا الكمل من الممثلات يتخرجا وهنا حاملات هم المسرح العام في تغيير المجتمع وإيصال صوتهن عبر فعاليات المسرح القادمة في كل الميالات سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو تنموية في ولاية النير الأبيض ولأن الثقافة تقود الحياة كما يقولون فمن المتوقع أن تشهد الأيام المغبلة نغلة نوعية في المشهد الثقافي بما يسهم في تمتين أواصل المحبة والتواصل وتذبيت ركائز السلام والاستقرار في ولاية تزعى إلى بلق درجات من الربعة والسمو أمنا واستثمارا وتنمية صديقة سيدة البشير أشروق ولاية النير الأبيض كوتي ترجمة نانسي قنقر